اهلا بكم الى هذه النشرة الاقتصادية نقدمها من الميادين ونستهلها كالعادة بالعنوين الحكومة اللبنانية توافق على مشروع الموازنة وإقرارها رسميا يوم الأحد واستعتصامات وتظاهرات في العاصمة ترامب يتوقع نهاية قريبة للحرب التجارية مع الصين بعد أن تشمل المفاوضات الثنائية ملف شركة هواوي للاتصالات الاقتصاد التونسي يسجل تباطؤا في النمو في نصف الأول من العام بعكس توقعات الحكومة وإجراءاتها أهلا بكم موافقة الحكومة اللبنانية على مشروع الموازنة العامة على أن تقرها في القصر الجمهوري الأحد المقبل إلى ذلك شهد وسط بيروت اعتصاما حاشدا لأساد ذات وطلاب الجامعة اللبنانية احتجاجا على خفض ميزانية الجامعة لا تكاد تمر جلسة للحكومة اللبنانية من دون أن ترافقها الاحتجاجات والاعتصامات ها هم أساتذة الجامعة اللبنانية وطلابها يعترضون على خفض ميزانية أكبر صرح تعليمي في البلاد الاعتراض ليس فقط على الموازنة وإنما على السياسة الاقتصادية للحكومة كل الذي يقال حتى الآن أن هذه الموازنة هي موازنة ترقيعية لم تصل إلى حد التعاطي مع المشكلة بالجدية اللازمة وإلا لكانوا ذهبوا باتجاهات كثيرة هناك الأملاك المحرية هناك استيراد المشتقات المفضية هناك الكثير من المرافق التي يمكن لها أن يحسن الجماية فيها بيد أن للكتل السياسية الأخرى المنضوية في الحكومة رأي آخر نحن أمام موازنة تقشفية موازنة فرضت علينا ظروف تأمين الإطار الأمثل للنهوض بالبلد معارضوء الحكومة ينتقدون مضمون الموازنة لافتقادها الرؤية الإصلاحية الحكومة التي أمضت قرابة الشهر في دراسة بنود الموازنة واجهت خلافات وتباينات في وجهات النظر بين مكوناتها مصادر وزارية أكدت للميادين إصرار وزراء تكتر لبنان القوي المقرب من الرئيس ميشيل عون على تخفيض نسبة العجز وأن لا تكون الموازنة ضرائبية بامتياز وإنما أن تكون بداية إصلاح بنيوي وهيكلي في المالية العامة المصادر شددت على أن الهدف الأساسي يكمن في الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد الانتاج إلى وسط بيروت عاد المتضررون من الموازنة اللبنانية موازنة قدمت ببنودها التقشفية بعض المكتسبات بحسب المعتصمين فرفعوا الصوت قبالة السرايا الحكومية بالتزامن مع استمرار الحكومة في نقاش البنود الإصلاحية للموازنة عباس صباق بيروت الميادين وكان وزير المالية في لبنان علي حسن خليل قد دعا إلى استكمال ميزانية مطلع الأسبوع المقبل وأكد أن كل يوم يمر من دون إقرارها ينال من ثقة السوق بدوره قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إن هناك حاجة لمزيد من العمل لتقليص العجز في مزودة ميزانية الدولة محاذرا من عواقب تأخير استكمالها البعض بالحكومة بيعتبر إيه بيكفي اللي عملناه صار كيفي ونحنا نعتبر أنه منه كيفي لأنه منه نعتبر بعض فينا نعمل أكتر هيدا هي المشكلة ما حدا يروح يخدنا على محل تاني لأنه نحنا قدام فرصة مش لح تتكرر لأنه الوزاع هل قد صعب ولأنه لازم نكون كتير خايفين لازم نتصرف وقالا قامتا بنتصرف ما وجود رئيس مثل العيمة دهون رئيس حكومة واعي للمشكلة ومستعد يشتغل وزير ميل متجرأ وطاحش بالموضوع وعم بيقوم باللي اللي لازم يقوم فيه فإذاً أين لازم نوصل تنعرف أنه نحنا عم نتجدناب هالانهيار هيدا يمكن بقال لكم يمكن البعض يكون بده يترك البلد استنكرت الخارجية الصينية تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك مومبيو التي اتهم فيها مؤسس شركة هواوي بالكذب قال المتحدث باسم الخارجية إن بعض المسؤولين الأمريكيين يطلقون جميع أنواع الشائعات ولكنهم لا يقدمون أي أدلة عليها في الأوينة الأخيرة أطلق بعض السياسيين الأمريكيين شائعات مبتكرة حول شركة هواوي بدون أي دلائل طلبتها البلدان المعنية في واشنطن كانت هناك شكوك متزايدة حول الحرب التجارية والتكنولوجية مع الصين ما أدى إلى الاضطراب الحالي في الأسواق وإلى تعطيل التعاون الصناعي لهذا السبب يصنع السياسيون الأمريكيون أكاذيب افتراضية ويحاولون تضليل رأي العام الأمريكي والآن يحاولون أيضا اختراع إيديولوجيا معارضة بصراحة هذا غير منطقي بدوره أكد كبير مسؤولي الأمن التقني في شركة هواوي الصينية في فرعها الأمريكي أن تقييد مبيعات هواوي لن يضر بالشركة بقدر ما سيلحق الضرر بالاقتصاد العالمي والشركات الأمريكية عملائنا داخل الولايات المتحدة وخارجها من الذين يعتمدون على منتجات هواوي لديهم مصلحة قوية في حل الأزمة مع الحكومة الأمريكية ويريدون أن تتمكن هواوي من ممارسة العمال التجارية في أمريكا فالشركة تنفق 11 مليار دولار سنويا لشراء مكونات متطورة من الشركات الأمريكية وآمل أن يكون البيت الأبيض مستعدا للتحدث معنا ونتوقع أن يتحدث مع ملائنا الأمريكيين وهذا سيكون أمرا جيدا تكهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنهاية سريعة للحرب التجارية المستمرة مع الصين قائلا إن المفاوضات قد تشمل ملف شركة هواوي بالرغم من أنه من غير المقرر عقد أي محادثات بين البلدين منذ أن انتهت الجولة السابقة من المفاوضات وكانت ترامب قد أعاد تسعير الحرب بفرضه رسوما جمهورية جديدة وعقوبات على شركات التكنولوجيا الصينية ما أدى إلى انهيار أسهم شركة التكنولوجيا الأمريكية تخوفا من عقوبات صينية مضادة ما دفع البيت الأبيض إلى تأجيل تنفيذ هذه العقوبات ودعوة بكين للتفاوض من جديد مع إدراج قضية هواوي كشف موقع فيستي أن هبوط البورصات والأسواق العالمية أجبر الرئيس الأمريكي على تغيير لهجته تجاه عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي وتشهد البورصات والأسواق العالمية تراجعا ملحوظا بسبب مخاوف من أن تعرقل الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين النمو الاقتصادي العالمي وأغلقت الأسهم الأمريكية على هبوط حاد مع إقبال المستثمرين على البيع في معظم القطاعات دعت وكالة طيران الصينية كاتا شركة بوينغ الأمريكية إلى تعويض خسائر شركة طيران الصينية التي أوقفت تحليق طائرات بوينغ من طراز 737 ماكس وكانت شركات Air China و China Eastern Airlines قد طالبت مطلع هذا الأسبوع بتعويض الخسائر المادية الناجمة عن ذلك وتوقعت وكالة كاتا أن تفوق خسائر Air China وحدها 579 مليون دولار أظهرت الإحصائيات الرسمية التونسية تباطؤا في نمو الاقتصاد المحلي في الأشهر الأولى من سنة 2019 حيث جاءت الأرقام مخيبة للتوقعات الحكومية التي وعدت بتحقيق نمو يصل إلى 3% خلال هذه السنة بينما لم تتعد هذه النسبة 1% حتى الآن المؤشرات الاقتصادية للربع الأول من العام الحالي في تونس جاءت مخالفة للتوقعات فنسبة النمو في حدود 1% مقابل توقعات حكومية سابقة بأن تصل إلى 3% هذه السنة و5% في السنة المقبلة نسبة سلبية تعود إلى جملة من العوامل كتراجع القيمة المضافة لقطعي الصناعة والزراعة وتواصل عجز الميزان التجاري وقت ليبدأ ميزان تجاري معناها في الوضع هذا وقت ليبدأ وضع دينارنا في الوضع هذا وقت ليبدأ الخيارات الاقتصادية الصحيحة ليس موجهة لاقتصاد منتج هذا الكل ما يعطيش أنه نجب نحصل على النمو وما يعطيش تحسن في المؤشرات المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة أعلن سابقا أن نسبة النمو ستكون مخالفة للتوقعات السابقة حتى خلال الربع المقبل من العام الحالي وضع الاقتصادي يتراجع باستمرار رغم التفاؤل الحكومي خلال مناقشة قانون المالية أواخر عام 2018 المؤيدون للحكومة يتحدثون عن ظروف موضوعية ساهمت في هذا التراجع ثم عوامل موضوعية تتعلق بوضع طبيعي تمر به كل تجارب التي تمر في فترات انتقالية هذا وضع سعر معناها بشي يستمر مدة سنوات وثم وضع آخر معناها يرتبط بالحكومة في علاقتها بجملة ملافات يجمل اعتراف أنه ثم قصور ذاته يتعلق بالأداء الحكومي بوجعها وثم سبب آخر أساسي هو عدم توفر هدنة اجتماعية تكون بمقتضى اتفاق بين الاتحاد العام تمسي للشغل والحكومة أرقام أجلت انتعاشة الاقتصاد التونسي إلى أجل غير معلوم لكن تواصل المؤشرات الاقتصادية الحمراء سيؤثر سلبا على الوضع الاجتماعي الهش أصلا الأرقام والاقتصادية السلبية المسجلة منذ بداية 2019 يرى متابعون أنها ستؤثر سلبا على رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحزبه في الانتخابات المرتقبة فحكومة يوسف الشاهد حسب المتابعين فشلت في كسب التحدي الاقتصادي حتى الآن مراد الدلنسي تونس الميدين عشرات ألاف طلاب يوزيلنديين يبدأون جولة ثانية من الإضرابات للمطالبة باتخاذ إجراء بشأن تغير المناخ داعين السياسيين إلى بذل المزيد من الجهد لتأمين مستقبلهم وبالإضافة إلى العاصمة اشتعلت الاحتجاجات في أكثر من عشرين مدينة مطالبين بإعلان حالة طوارئ مناخية ويتوقع منظم الاحتجاجات الذين بدأوا من السويد أن تخرج تظاهرات في أكثر من 1600 مدينة وبلدة في مئة دولة بهذا الخبر نختم النشرة الاقتصادية للمزيد زوروا موقعنا الميدين دوتات باللغتين العربية والإسبانية نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة